اشتركوا في القناة لتكون شاهدا على تاريخ مملكة البحرين العريق ونمط المعيشة والحياة قديمة يعد مشروع تطوير عين اللحنينية واحدا من اهم المشاريع التنموية والحضارية التي تبنتها المحافظة الجنوبية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية وذلك لابراز العيون التاريخية وتحويلها الى مشاريع خدمية تحافظ على تاريخها وهويتها الاجتماعية وتكون مقصدا للأهالي والزوار طبعا سعدنا اليوم بافتتاح منتزه عين اللحنينية وهذا المنتزه يعتبر نقلة نوعية في المشاريع الترفيهية والخدمية التي تقدمها وزارة شؤون البلديات والزراعة حيث تم الترميم عين اللحنينية الأثري بالتعاون مع هيئة الثقافة والأثار وأيضا تم التعاون مع المجلس البلدي في وضع التصورات المناسبة لتصميم الحدائق النموذجية ربعا اليوم نتوجه بجزير الشكر والامتنان إلى سمو المحافظة الشيخ خليفة بن أهل الخليفة حفظها الله ورعاه محافظة المحافظة الجنوبية على تفضله اليوم مع وزير البلديات المهندس وائل المبارك في افتتاح هذا المشروع الجديد اللي هو مشروع حديقة الحنينية كل الشكر والتغدير على الجهود اللي بدلوها فريغ العمل كذلك لا ننساهم من بلديات وكذلك المحافظة الجنوبية في متابعتها في سير العمل تطوير عين الإحنينية جاء على امتداد مساحة سبعة ألاف وعشرين مترا مربعا لتكون منتزها عاما يحتوي على مختلف ألحاب الأطفال ومنطقة للنافورة وتركيب أرضية مطاطية وممشى مزود بنظام للتبريد بالرذاذ ومناطق بمساحات خضراء وأشجار بالإضافة لجلسات مضللة إلى جانب تشجير وتجميل الحديقة بالكامل وإعادة إحياء عين الإحنينية التاريخية بلديات المحافظة الجنوبية تلعب دور كبير في تطوير وإعادة تأهيل الكثير من الحدائق والكثير من الأماكن الأثرية وعلى رأسها هذا المنتزه وهذا العين طبعا العين لا يخفى عليك لها تارك كبير واليوم هي طلعت بحلة جديدة وتم إخراجها بنموذج عصري طبعا كان في التنسيق مع أهلات البحرين للثقافة والأثار بترميم مبنى العين والتي تعد العين من أقدم العيون الطبيعية موجودة في البحرين وعادة تأهيلها وعادة تأهيل المنطقة ككل طبعا إحنا درسنا الاحتياجات المنطقة بالإضافة إلى الطابع المحيط للمنطقة وحاولنا أن نحن نسوي نموذج ما يختلف عن النموذج الخارجي بس يلبي احتياجات من مساحات قاعدات للمناطق للألعاب الأطفال هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للمرافق والحدائق التي تم تنفيذها في المنطقة الجنوبية حيث سيلبي احتياجات الأسرة البحرينية والزوار من الخدمات والمرافق الترفيهية وألعاب الأطفال ولتكون معلما وطنيا شامخا يعكس الإرث الوطنية والتاريخية لمجتمع مملكة البحرين يأتي افتتاح حديقة عاني الاحنينية ضمن جهود وزارة شؤون البلاديات والزراعة في الحفاظ على تنفيذ مختلف المشاريع الخدمية والترفيهية ذات طابع العصري والمقدمة للأهالي والمقيمين بما يخدم القطاع التنموي والمستدام الذي تشهده كافة مناطق المحافظة الجنوبية خالد العون لمركز الأخبار تلفزيور البحرين تلفزيور البحرين تلفزيور البحرين تلفزيور البحرين